اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب الهداية أنها من الله عز وجل من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث في هذا الباب يقول الراوي سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يقول اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعدوا إلى الله ولا تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب إلى آخر الحديث الشريف ذكرنا فيما مضى أن الجدال بالتي هي أحسن مأمور به قال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لكن إذا كان في الجدال ضرر أو كان الطرف المقابل معاند كان معاندا فهنا لا حكمة في الجدال معه قال سبحانه وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم المعاند لا معنى لجداله لأنه مضيعة للوقت والأحاديث المختلفة وكذلك الآيات القرآنية قبل الأحاديث تدل على أن الإنسان عليه أن يسعى لهداية الناس لكن لا حق له على إكراه الناس على قبول الهداية الرسول صلى الله عليه وآله أمره الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس بأي معنى؟ بمعنى أن يريهم الطريق هذا أحد استعمالات كلمة الهداية إراءة الطريق إنما عليك البلاغ تريهم الطريق نبي الله صالح كانت مأموريته ووظيفته أن يري الطريق نعم هل ضمن مهامه تغيير قلوب الناس؟ كلا ليس من مهامه تغيير قلوب الناس بإكراههم على الإيمان لو كان في الإكراه مصلحة الله سبحانه وتعالى لأكره الناس الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد هداية الناس لو شاء الآية هكذا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا الله سبحانه وتعالى لو كانت مصلحة في أن يغير قلوب الناس تكوينا الله معاجز لكن ما كان في مصلحة فإذا الله سبحانه وتعالى لم يرى مصلحة في ذلك فلا يأمر نبيه بإكراه الناس على الإيمان مضافا إلى أنه إكراه الناس على الإيمان من الرسول غير ممكن لماذا؟ لأن الإنسان مسلط على ظاهر الناس وليس مسلطا على قلوب الناس يعني أنت تكره واحد أن يتلفظ كلمة الإيمان أو ذاك يكرهه على أن يتلفظ كلمة الكفر لكن أنت مسلط على قلبه أن يعقد قلبه على ذلك كلا الرسول ليس مسلطا والله لم يسلطه على ذلك لو كان في مصلحة الله سبحانه وتعالى هو بنفسه كان يفعل ذلك فإذن هذا الحديث يدل على أنه أنت عليك أن تهدي الناس يعني تريهم الطريق لكن إذا هو معاند خلص أنت لا تكليف لك لأن الحجة تمت على هذا المعاند الله سبحانه وتعالى لم يرى مصلحة في إكراهه على الإيمان ولذلك لم يكرهه جعله مختارا إلى أن يموت بعد ذلك إن كان اختار الإيمان الله سبحانه وتعالى يثيبه بالثواب الجزيل وإن كان اختار الكفر الله سبحانه وتعالى يعاقبه بما يستحقه من عقاب إذن إذا أنت شفت الناس معاندين أتركهم نعم أحيانا يكون المعاند وغير المعاند مختلط أنت الآن في المجتمعات عندما تدخل تدخل في مجتمع كافر أنت اذهب إلى بلد من بلاد الكفر تعلم أن هناك معاندين وأن هناك غير معاندين زين أنت تبلغ تبليغا عاما لماذا؟ لأن المعاند وغير المعاند مختلطون وأيضا لإتمام الحج حتى على المعاند الحج تتم قل فلله الحجة البالغة فإذا تمت الحج على المعاند أتركه قل الله ثم ذرهم وأما غير المعاند فبكلامك يحتدي والله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الإنسان غير معاند وأنه بذرة صالحة بحسن اختياره فالله يهديه يعني يهيئ له وسائل الهداية أنت إذا شفت واحد معاند تركه إذا في ظرف من الظروف أنت لا تتمكن من التبليغ لا تتحسر على الناس لأن هذا الإنسان إذا مو معاند وحقيقة هو طالب حق الله سبحانه وتعالى يهيئ له وسائل الهداية إنك لا تهدي من أحببت يعني لا توصله إلى الهداية ولكن الله يهدي من يشاء يعني يوصله إلى الهداية مو يكرهه لا ينور قلبه بحيث أنه يرى الحق فيتبع ذلك الحق باختياره شنو هناك آية تقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهذه الآية تقول إنك لا تهدي من أحببت لأن الهداية هنا بمعنيين أو باستعمالين إنك لا تهدي من أحببت يعني لا توصله إلى المطلوب إلى الهداية وتلك الآية التي تقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني أنت تبين وترشد الناس إلى الطريق تريهم الطريق فالرسول يريء الطريق لكن ذول يسلكون هذا الطريق أو لا يسلكون هذا الطريق هذا بعد مو مهمة الرسول صلى الله عليه وآله الله إذا شاف هذا الإنسان إلى قابلية يوصله يعني يكثر عليه ألطافه فهذا الإنسان بألطاف الله سبحانه وتعالى باختياره يصل إلى المطلوب يعني كمثال لتوضيح الفكرة أنت تشوف واحد يمشي في الصحراء في الطريق الخطأ أنت تكليفك أن تقول له أيها الإنسان هذا الطريق خطأ لا يوصلك إلى الماء والكلأ هذا يوصلك إلى الموت شفت معاند مرة مرتينة ثلاث مرات تقول له شفت معاند تتركه فهو يسير ويسير ويسير إلى الموت أكو واحد له مو معاند أنت حينما تقول له أن هذا الطريق الذي أنت تتمشي به مو طريق لا يوصلك إلى الماء والكلأ إذا هو مو معاند قد في المرة الأولى لا يصدقك لكن هذا يثير في نفسه علامة سؤال علامة استفهام يبدأ بالتحقيق يسأل هذا ويسأل ذاك هذا وذاك بعدين يشوف كلامك صحيح يغير طريقة إلى الطريق الذي أنت قلته له يوصله إلى ماء وكلأ أو لا طريقة أخرى أنت مرة قالت له هذا الشك في كلامك أنت تروح لآخرين من الناس تقول لهم يا ناس روحوا لهذا الشخص الذي يمشي خطأ قولوا له أن هذا الطريق الذي يمشي فيه خطأ واحد ثاني يجي يقول له ثالث رابع خامس أنت أرسلتهم أنت أرسلتهم زين يلتفت إلى أن طريقه خطأ هو هم مو معاند يصحح طريقه الله سبحانه وتعالى يبلغ عبر أنبياء للجميع المعاند وغير المعاند لكن المعاند يترك بعد أن عاند وغير المعاند الله سبحانه وتعالى يكثر عليه الألطاف إلى أن باختياره يرجع إلى الطريق زين هذا الشخص الثاني في مثالنا اللي أنت أرسلت الناس عليه ليخبروه بأن الطريق اللي دا يمشي فيه طريق خطأ إلى أن يطمئن بهذا الكلام هو يرجع باختياره يرجع أنت ما أجبرت على الرجوع لكن أنت هيأت له وسائل الالتفات إلى الصح إلى الطريق وإلى اتباع الطريق لكن هو باختياره يتبع فإذن هذا الحديث وأشباه من الأحادث الماضية وغيرها هذه معانيها موجودة في القرآن الكريم إنك لا تهدي من أحببت يعني لا توصله إلى المطلوب والذين قتلوا في سبيل الله فلي يضل أعمالهم سيهديهم يعني شنو سيهديهم هذا مقتول سيهديهم يعني شنو يعني يوصلهم إلى الجنة الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تتمكن من إيصاله إلى المطلوب لكن وإنك تهدي إلى صراط مستقيم يعني شنو يعني تبلغ هذه الأحاديث كذلك تقول أنت لا تتمكن من هداية الناس تغيير قلوبهم لكن أنت تتمكن من التبليغ فإذا بلغت قد الله سبحانه وتعالى يراه قابلا للهداية فيهيئ للوسائل إلى أن يهتدي وقد يراه معاندا فيتركه الإمام الصادق ماذا يقول يقول اجعلوا أمركم لله يعني عندما أنت تعمل عمل عملك يكون الغرض من الله سبحانه وتعالى مو يكون الغرض من الناس هذا مقدمة زين أنت لا تقول هذا الناس خلي يجي على طريقتي حتى أنا أصير أقوى لا هذا يجي إلى طريقتي اللي هي الحق حتى الحق يصير أقوى حتى الحق يظهر هناك بعض الناس يتكاثرون بالعدد يقول عددنا أكثر إحنا عددنا كثير الكثير إذا كان مع الحق زين أما إذا الكثير كان مع الباطل لا قيمة له أكثرهم لا يشعرون أكثرهم للحق كارهون وما وجدنا لأكثرهم من عهد في مسائل الاعتقادية مسائل أصول الدين إذا أكثر الناس آمنوا زين ليس لأنهم أكثر وإنما لأنهم آمنوا هذا الصح حسنا إذا أكثر الناس لم يؤمنوا كالعادة الأقل آمنوا وما آمن معه إلا قليل هل يضرهم قلتهم كلا لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم في الدنيا والآخرة أنت لا يكون غرضك عندما تذهب لهداية الناس أن تصير أكثر أن تحصل أموال أكثر أن تحصل كذا 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 من الأمور الدنيوية كلا إذا تريد تهدي الناس إنما يكون لطلب مرضات الله سبحانه وتعالى اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله يعني العمل الذي يؤتى به لوجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي به الله سبحانه وتعالى كما قال ولكن يناله التقوى منكم يعني الله يرفع العمل الصالح ثم يجازي على ذلك العمل الصالح لا بمعنى احتياج الله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح الله غني عن عباده وإنما الله يجازي العباد بأعمالهم الصالحة بالثواب الجزيل فإنما كان لله فهو لله يعني الله يجازي عليه وما كان للناس فلا يصعد إلى الله الآية الشريفة ماذا تقول تقول العمل الصالح الملائكة يكتبونه ملائكة الحفظة يكتبون هذا العمل الصالح ثم يرفعونه إلى عليين ويوم القيامة يؤتى الكتاب بيمين المؤمن فالعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى أما العمل غير الصالح كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ثم بعد هذه المقدمة الإمام يدخل إلى المطلب اللي هو مربوط بهذا الباب ولا تخاصم الناس لدينكم المخاصمة هنا مراد مخاصمة المعاندين وإلا الجدال بالتي هي أحسن مطلوب لكن الجدال بالتي هي ليست بأحسن يصير إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تخاصم الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب أو المخاصمة تسبب مرض القلب لأن الجدال بغير حق الذي يسمى بالمراء أنا أريد أثبت الذات أنا كلامي صحيح هذا يسبب الأنانية ويسبب أمراض نفسية ورذاء الخلقية إذا أنت تجادل يكون جدالك للوصول إلى الحق إذا إنسان يجادل للوصول إلى الحق إذا التفت أن كلامه الخاص هو الصحيح يقبله لكن إذا غرضه إثبات كلام نفسه وانتصار لنفسه وطريقته حتى إذا كانت بالباطل حتى لو ضمن الجدال التفت أن الطرف المقابل على حق ما راح يقبل كلامه راح يجادل بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق زين هذا الجدال ممرض للقلب ممرض للقلب محل أمراض النفسية والخلقية والرذائل في القلب إذا معاني التركة انشغل بالأمور المهمة فإن المخاصمة ممرضة للقلب أو ممرضة بمعنى اسم المكان يعني محل مرض القلب إن الله تعالى قال نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الآية في سورة القصص آية 56 الآية هكذا ولو شاء ربك يعني مشيئة تكوينية لآمن من في الأرض كلهم جميعا إذا الله عنده مشيئة تكوينية بأن يغير قلوب الناس الله مو عاجز الآن كل الكفار بإرادة واحدة تكوينية من الله يتحولون إلى مؤمنين قلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى يتمكن من فعل ذلك لكن لا يفعل لماذا؟ لعدم المصلحة في ذلك الله يريد يمتحن الناس لا يريد إكراههم على طريقة واحدة حتى إذا هذه الطريقة هي طريقة الحق ولو شاء ربك يعني مشيئة تكوينية إلا آمن من في الأرض كلهم جميعا يجبرهم على الإيمان يتمكن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني أنت لا تقدر على إكراههم حتى لو قدرت يعني أنت عندك ولاية تكوينية لكن ليس من المصلحة نحن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة في التصرف في الكون إلهم الولاية التكوينية طبعا هذه الولاية الله أعطاهم لا أنها من عند أنفسهم كلا أي واحد يقول من عند أنفسهم بدون إرادة من الله فهذا الكلام شرك وكفر لكن نقول أن الله قادر على أن يعطي ولاية تكوينية لأحد والله سبحانه وتعالى كانت مشيئته إعطاء الولاية التكوينية للرسول والأئمة عليهم وعليهم الصلاة والسلام عنده ولاية تكوينية لكن الله سبحانه وتعالى جعله حكيما إن الله أدب نبيه بآدابه النبي صلى الله عليه وآله الأئمة عليهم الصلاة والسلام الله أدبهم بآدابه لذا لا يفعلون شيئا لا مصلحة فيه لا يفعلون شيئا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يريده عند قدرة لكن لا يستعمل هذه القدرة في خلاف إرادة الرب سبحانه وتعالى لأنه حكيم لأنه مصطفى يعني مثلا أنت عندك وكيل مفوض تعطيه أموالا وتقول تصرف بهذه الأموال كما تشاء بس هو حكيم زين يقول أني عندي صلاحية فيحرق هذه الأموال كلا يتمكن من إحراقها ولكن لا يحرق هذه الأموال هل يتصرف في هذه الأموال تصرف اعتباطي كلا هو يتمكن من ذلك لكن لا يفعل ذلك لأنه حكيم وأنت لأنك تعلم بأنه حكيم عطيته هذه الأموال وإلا لو تعلم بأنه ليس بحكيم لا تعطيه لأنه طفل صغير مثلا عمر سنتيان أنت تعطيه أموال طائلة كلا لماذا؟ لأنه لا يفهم لا يعلم قيمة هذه الأموال لا يتمكن من الحفاظ عليه لا تعطيه لأنه أنت حكيم أيضا لكن إذا هو إنسان عاقل كبير وتعتقد بحكمته وفهمه تفوضه أمرا الله سبحانه وتعالى استفى بعد أن استفى وبعد أن أدبهم بآدابه بعد ذلك أعطاهم الولاية التكوينية الولاية التشريعية لكن هم لا يتصرفون إلا حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى النبي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين النبي لا قدرة له وحتى إذا عنده قدرة لا يستعمل هذه القدرة لأنه خلاف المصلحة ولو كان مصلحة في ذلك الله سبحانه وتعالى لفعل ذلك أو أمر نبيه بفعل ذلك وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله لأنه كما ذكرنا إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يرسل الرسل الناس ما كانوا يعلمون كيف يؤمنون بالله سبحانه وتعالى فالله أرسل الرسل فعرف الناس كيفية الإيمان فآمنوا يعني إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يرسل الرسول محمدا صلى الله عليه وآله هل كنا نعرف الإيمان كلا لا لم نكن نعرف الإيمان فالله أرسل الرسول الرسول بيّن المؤمنين عرفوا الإيمان وبعد ذلك جميع ما يتحقق في هذا الكون حتى الأفعال الإختيارية إنما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الله أعطانا القدرة لذلك نحن نتمكن من استعمال هذه القدرة يعني شوف أنا الآن مثلا هنا أنا أحرك إيدي هل حركت إيدي بإذن الله التكويني نعم بإذن الله التكويني بأي معنى أن الله أعطاني القدرة أعطاني الاختيار فأنا أحرك يدي باختياري لأن الله أذن بذلك تكوينا وأذن بذلك تشريعا إذا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يعني الله يجعل لوث العصيان على الذين لا يستعملون عقولهم لا يتدبرون في آيات الله عنادا لكن إذا واحد لا من عناد الله سبحانه وتعالى يبين له الطريق زيان هذا إذا مو معاند يقبل يهتدي كما كثير من الكفار حينما الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله إلى مكة كان أهل مكة مشركين البعض منهم آمن والبعض لم يؤمن والبعض تأخر إيمانه زيان هذا الذي آمن لماذا آمن لأنه ما كان معاند بس لماذا كان كافرا مشركا لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد أرسل رسولا ما بينا له لذا بقي على كفره وشركه لكن بمجرد أن بعث الله الرسول البعض أسرع والبعض آمنوا بالله سبحانه وتعالى والبعض كان معاند وبقي على كفره أو حتى إذا أسلم أسلم نفاقا البعض منهم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أنه لماذا آمرك بأن تترك الناس لأنهم معاندون والمعاند اتركه ماذا يقول يقول ذروا الناس اتركوهم فإن الناس أخذوا عن الناس عاندوا ما يجي إلى المعين الصافي إلى العين الصافية ما يجي إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع كثرة ما وصى بهم الرسول صلى الله عليه وآله ترك أهل البيت راح إلى فلان وفلان وفلان يأخذ دينه من أولئك هذا معاند لو ما كان معاند كان يأخذ من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله إني سمعت أبي يقول يعني الإمام الباقر إن الله عز وجل إذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر الهداية كان أسرع إليه من الطير إلى وكره كيف الطير يرجع إلى وكره؟ إلى عشة إذا واحد الله سبحانه وتعالى رأاه غير معاند إلى قابلية الله يهيئ إلى الوسائل فيحتدي وأما الحديث الأخير في باب الهداية أنها من الله عز وجل وهو آخر أحاديث أصول الكافي كتاب التوحيد عن فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام ندعو الناس إلى هذا الأمر ندعوهم؟ قال لا إما للتقية في ذلك الزمان وإما لأنهم معاندون فقال لا يا فضيل إن الله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر طائعا أو كارها؟ كارها ليس معنى الإجبار لا بعض الأحيان الإنسان في بداية الأمر يكره شيئا لكن بعديا يلتفت إلى أنه حق يتبعه كفد واحد كان من النصارى أسلم نقل عنه أنه قال حينما قرأت بعض الكتب وجدت أن الإسلام حق لكن نفسي لم تكن تطاوعني إلى قبول الإسلام ليش؟ لأنه متربي من صغرة على النصرانية من جانب ثاني يفكر في مصالحه هو دا يعيش في مجتمع إذا أسلم ذلك المجتمع يرفضه ورفض المجتمع جدا صعب فهو في البداية ما إلى رغبة لكن يراه حقا فأسلم وابتلي بمشاكل كثيرة من جملة مشاكل أن زوجته انفصلت عنه وكان له طفلان الزوجة بأمر المحكمة أخذت الطفلين فانفصل عن زوجته عن أولاده عن مجتمعه اجي في المجتمع الإسلامي المجتمع الإسلامي عادة في ذلك البلدة مجتمع شرقي يعني مهاجرون من الشرق ما ينسجم معهم ماكو انسجام لأنه هو بطريقة متربيهما بطريقة أخرى متربين زين فمجتمع رفضه لم ينسجم مع المجتمع الإسلامي كان في صعوبة إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه الله سبحانه وتعالى أدخله في هذا الأمر كارها يعني في البداية كان كارها ما عنده رغبة بسبب المشاكل لكن لأنه حق باختياره اختار أكو واحد لا طاع عن يدخل بكل رغبة يدخل فيه الإسلام الإيمان إن الله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر أمر ملكا فأخذ بعنقه لعله تعبير مجازي يعني يرسل ملكا يسدده يلقي فيه قلبه الهداية إلى أن باختياره يهتدي فأدخله في هذا الأمر طائعا أو كارها فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يبين للناس طريق الهداية بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بإرشاد الجاهل بتنبيه الغافل لإتمام الحجة على الناس ولهدايتهم يريهم الطريق زين هل إذا رأوا الطريق يسلكونه 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 للوصول إلى المطلوب البعض قد يسلك والبعض قد يعاند فإذا أنت شفت واحد يسلك الطريق عاونه ساعده إذا شفت واحد معاند اتركه وشأنه حتى الله سبحانه وتعالى يحكم في أمره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بأنوار معرفته وأن يثبتنا على دينه لنبقى على دينه إلى حين وفاتنا تكون حياتنا حياة على نهج محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ويكون مماتنا أيضا على نهجهم لنحيا عن بينا ونسأله أن يوفقنا وإياكم للعمل بأحكام شرعه والتأسي برسوله والبلاعمة الميامين عليه وعليهم الصلاة والسلام وأن يرزقنا في الآخرة شفاعة الرسول وآله هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللّه يا اللّه اللّه يا اللّه اللّه يا اللّه